على طاولة الحسم المنتظر مجدداً يعود صوت المستقلين المرتفع في أوراق الصراع السياسي على ملف تشكيل الحكومة النواب المستقلون الذين اعتبروا بيضة القبان في حسم اكتمال النصاب القانوني لجلسات اختيار رئيس الجمهورية في معيار الكتلة الصدرية والإطار التنسقي كذلك عادوا الآن في مهلة جديدة لزعيم التيار الصدري بدعوتهم للمشاركة في تشكيل الحكومة ضمن مدة أقصاها 15 يوماً لإنهاء معاناة الشعب بحسب تغريدة الصدراء ذات التغريدة أشار بها لأن التحالف الأكبر سيصوت على الحكومة بما فيها المستقلون وهم الذين اعتبرهم الطرف الثالث في البرلمان اذ دعاهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربائين فرداً منهم بعيداً عن الإطار الذي أخذ فرصته على حد قوله الإطار التنسقي من جانبه رحب بأي مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية وفق معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها مشدداً على عدم استفراد طرف واحد بالقرار السياسي ومنع إنتاج حكومة ضعيفة وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاءاً بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي والأمنية إذن اقتربت ساعة الحسم كما يتعطش لها العراقيون على أن تطوي صفحة معقدة من تراكمات بناء العملية السياسية وتبدأ صفحة جديدة لأجل العراق واحداً موحداً يتفق على خدمته الجميع ترجمة نانسي قنقر